تتعالى الأصوات المنادية بضرورة تعديل بعض السلوكيات المجتمعية الخاطئة والتي قد ينتج عنها انتشار غير مسبوك وتوسع ملحوظ لرقعة المرض في مملكة البحرين إذ يتوجب على الجميع التقيد بالتدابير الوقائي كافة لتأخذ أعداد المصابين بالتراجع لا يمكن للمجتمع أن يتوجه نحو التعافي تماما من شبح داء يتربص بسلامته وصحة قاطنيه إلا إذا استعصى بإرادته والتزام مكوناته بكل الوسائل والأدوات وحتى التدابير الوقائية التي تقود إلى انخفاض أعداد المصابين بالفيروس إلى حين اختفائه تدريجيا ومن ثم يولي هاربا دون رجعة أنا انحجرت أكثر من مرة بسبب المخالطة فترة الحجر أبدا ما كانت سهلة خصوصا من نوعية نفسية أكثر شيء أفكر فيه خلال الحجر رحمة أهلي يعني في النهاية ما بيهم ينعدون بسبب طلعاتي الغير ضرورية وبسبب استهداري ما كانت تبقى نقلهم المعرض يعني بعيد الشرعان الجميع وصراحة أتمنى من الجميع التزام بالتدابير الوقائية واتباع التعليمات الصادرة عشان ما نضيع جهد الفريق الوطني الاستخفاف بخطورة الوباء يعد أكبر مصيبة قد ينشأ عنها انتشار غير مسبوق وتوسع ملحوظ لرقعة المرض في محيطنا المعيشي فمن المنطق أن تختفي صور الاستهتار واللا مبالات من قبل بعض الأفراد والجماعات على أن يتم استبدال ذلك السلوك بالتقيد التامي بالإجراءات الاحترازية التي تقيهم من فداحة الجائحة كي يكونوا بمنأة عن خطر الإصابة بالفيروس وما قد يشكله من تهديد مباشر على حياتهم وحياة من حولهم يرجى أخذ الحذر وعدم الاستهتار الوضع جدا خطير والأرقام احنا نشوفها اليوم موجود مرتفعة فنرجو من الكل الالتزام وعدم الاستهتار عدت علينا العشرة أيام وكانت فيها أعراض شوي صعبة وطبعا الطفلة هي في خلال أربع أيام كانت مخلصة ما كانت عنها أي أعراض وإحنا طلعت علينا الأعراض لتقريبا ثمان أيام تسع أيام ويوم العاشر كانت العراض انتهت فلما شلنا الاسويرة ورجعنا لحياتنا الطبيعية الحمد لله والحين رجعت إلى العمل الأمور كلها طيبة فأنصح الكل يعني الأمر جدا صعب يعني الموضوع الكورونا جدا مزعج يعني خصوصا لما ترتفع الحرارة آلام في الجسم أنا ما صادني أي شيء في التنفس صادني في الظهر في الرجلين في المفاصل يعني آلام جدا جدا صعبة فأرجو من الكل أخذ الحذر تركيز الطرف بالنظر إلى ما هو أبعد من نقطة تعديل السلوكيات الصحية السلبية من قبل البعض أمر لا يتوائم مع ما يبذله الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من جهد وطني حفاظا على الأمن الصحي في البحرين فيجب اتباع نهج معتدل وسليم تسلم معه الأبدان يتمثل بارتداء ولبس الكمامة في كل الأماكن والأوقات والحث على عدم تشكيل التجمعات بمناسبة وغير مناسبة واختصارها على الأسرة الواحدة أي ضمن نطاق معتاد ومحدود ليتم جني مكاسب بشرية بالجملة تبشر بانحسار الوباء وحصره في خانة لا يقوى على الخروج منها لتلفزيون البحرين محمد رشادات